بسم الله الرحمن الرحيم بعد مرور عام كامل على طبعتها الأولى تلتأم القمة العربية الإسلامية الثانية لتسجل أن خطر الوجود الذي يتهدد قضيتنا المركزية يتأكد ويتنام أمام أعيننا وأمام أعين المجموعة الدولية فلا أفق لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية الدائرة رحاها في غزة ولا أفق لتحصين لبنان من امتدادها ولا أفق لوقف تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني وكبح جماعه في إشعال حرب إقليمية شاملة وفوق كل هذا وذاك هناك خطر تصفية القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية أولاً عبر تفريغ المشروع الوطن الفلسطيني من مضمونه بطريقة مدروسة وممنهجة ومتقنة التصور والتنفيذ وتصفية القضية الفلسطينية ثانياً عبر نقض فكرة الدولة الفلسطينية واستبعاد قيامها كشرط محوري من شروط الحل العادل والدائم والنهائي للصراع العربي الإسرائيلي وتصفية القضية الفلسطينية ثالثاً وآخيراً عبر القضاء نهائياً على مبدأ الأرض مقابل السلام وسط تشبت الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بوهم تحقيق السلام على مقاسه ووثق أهوائه وأطماعه دون أدنى مراعاة لما أقرته الشرعية الدولية من ظوابط وثوابط وأحكام وفي مقدمتها حدمية إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية وعودتها إلى أصحاب الحق عليها أمام هذا الوضع فقد عملت بلادي منذ انضمامها لمجلس الأمن على إبقاء الضوء مسلطاً والاهتمام مركزاً على الدوام على القضية الفلسطينية والمأساة اللبنانية خاصةً وعلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بصفة أوسع وأعم وبذات القدر من الاهتمام ستستجيب الجزائر للطلب الموجه لها من قبل قمتنا هذه لإعادة طرح موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة كما أن قناعتنا تبقى راصخةً من أنه لا مناصة أولاً من تكثيف الضغوط على المحتل الاقتصادياً والعقوبات على شاكلة تجميط عضوية المحتل الإسرائيلي بالأمم المتحدة وفرض حظر على تصدير الأسلحة إليه تظل من بين المقتضايات الكفيلة بردع هذا الأخير وحمله على وقف حربه على غزة وعلى لبنان وكذا العدول على إذكاء حركيتها التصاعدية الآثمة ولا مناصة ثانياً من تثمين المكتسبات السياسية والديبلوماسية والقانونية التي حققتها القضية الفلسطينية لإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفيتها وتمسي معالمها والتحالف الدولي من أجل دعم حل الدولتين يمثل خطوة أهمة للحفاظ على ثوابت ومقومات الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة ولا مناصة ثالثاً وآخيراً من التفافنا صفاً واحداً حول أشقائنا الفلسطينيين وحول أشقائنا اللبنانيين لأن المستقبل غزة ما بعد الحرب يجب أن يحدده الفلسطينيون في المقام الأول وفي المقام الأخير وكذلك الأمر بالنسبة لمستقبل لبنان بعد الحرب الذي يجب أن يبقى بين أيدي اللبنانيين وحدهم دوناً عن غيرهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر